اقول لك على سر بص يا معلم لو عايز تعظم اي حاجة تفهى وتديها اهمية فضيعة بقى اللازها كده اخبط قبلها كلمة سر بس كده اديها اللقب ده هي هترقي نفسها تبقى نمرة واحد ازاي مسلا يعني لو انت كاتب رواية اسمها البلوفر الاصفر مسلا دي مش هتبيع ولا فتلة ليه بلوفر الاصفر كلام فارغ لكن لو اسمها سر البلوفر الاصفر مبروك انت في الطبعة الكام دلوقتي احنا اشترينا كمية كتب صفرة عشان بس اسمها سر لأي كلام عشان بس اسمها سر لأي كلام عندك مثلا لما واحدة تقول لك انا جالي عريس شو بص الحدث تافي جدا تقليدي ومكرر واحدة بنت في سن الجواز يمكن هتتجوز لكن لما اتعاملت معها لانه سر تحول الى حدث جلل او مثلا اللي يقول لك ايه اولف على حاجة كأني ما قلتش طب اعمل ايه طب ما تقولش لأ هقولها بس كأني خش اكتب على جوجل مثلا كلمة سرل واستنى هتلاقي جوجل مطلع لك بقى ايه كمية هيافات سر البطاطس المقرمشة سر البسبوسة الجاهزة سر الغمزات سر الخالطة سر الرقم 13 سر الكون زي بالظبط كلمة شاهد قبل الحسف اللي بتخلي الناس تشاهد فعلا ده مرة كان فيه فيديو عنوانه انظر فضيحة سبونش بوب اللي ممكن يفضح سبونش بوب اكتر من انه سفنجة لابس بانطلون مقلوب هيطلع ايه يعني هدومة قلعة في المشهد بالغلط لما تلاقي حده حطت كلمة سر قبل اي اهداف عظيمة اعرف انه نصاب زي اللي يقول لك مثلا انا بعمل محاضرات عن سر النجاح بزمتك انت فيه حد في ايده سر النجاح ويبقى واقف الوقفة المهببة دي تحت شمسية في المكان المقزس ده والجاكت عرقان كلا دواير مش معقول يعني مش ممكن اول يونشر كتاب 798 صفحة عن سر السعادة الزوجية او لو يعرف سر السعادة الزوجية كان لقى وقت يكتب كتاب زي ده مكان رح ينبسط بقى مع امرأته ويعود ينبسطه فيه بقى كمان نوع مركب من الاسرار اللي هي الاسرار اللي مبنية على بعض سر على سر على سر لحد ما عملت كولكيعة كبيرة جدا مش عارفين اولها من اخرها في الغالب دي بتبقى اسرار الستات على فكر اديك مثال فاكر لما تكلمنا على سر العريس اهه ده بيتبني عليه سر معادل خطوبة سر معادل خطوبة ده اللي بيبقى مقتصر على نخبة من اهل الثقة وبيتكتم عليه جدا بعد منه فيه سر ترتيبات الجواز ده هتحس ان هي عمليت الحفار فقى مش جوازة بعدين سر الحمل الرهيم تفضل مكتمة على سر الحمل ده على زميلاتها في الشغل لحد ما يجيلها الطلق شخصيا وتنكر برضه تقول لك اصلا لا القول ام بهدلني وتروح على المستشفى واللي شايف ان اسرار الستات هايفة احب تديله فكرة عن اسرار الرجالة احنا كرجالة ممكن ندفع مبالغ كبيرة جدا ونورط نفسنا في حاجات كنبيالات ووصولات نبيع بيت الظاهر وكل اللبش ده عشان نحتفظ بسر واحد خطير وحساس ومزل لما الراجل مننا ينغل في بولة الستيميشن وبعد ما يلعب كتير في اخر الليل يطلع الكوز السر ده لازم ان يموت معاك ودي مش اهية في اسرار الرجالة دي مجرد نقطة في بحر بس انا مش هقدر افشي ولا افشي لا افشي بقى لا افشي احباد افشي اصيبك وافشي معاولة تم نورنا اعظم سر بقى في العالم موبايل الراجل حياته كلها فيه الصندوق الاسود تلاقيه قفله بقفله ورزة ورامل مفتاح وكل ما يجي يفتحه ويطفش الرزة من الاول مش مستدقى نشوف كده اي راجل بيبقى شكله عامل ازاي لما امراته تقرب من المنطقة المحزورة اللي هي عشرين متر حوالين الموبايل سلك شائك بقى وكلاب بوليسي بعدين كتائب مشاه في مدفعية قيلة وطيران فيس لا الطيران ده هو بقى فاهم يا اولا اللي بيطير لما هي تتحرك تمسك يوم هو طالع على الموبايل واخده وحطه في حضله فاهمه طب طبعا ليه كده ويزعع فيه لا مش تخلي بالك الموبايل كان هيقع حبيبي هو طبعا بيستهبل لو كان هيقع في ايديها طبعا وهو نايم لو يعرف يبلع الموبايل ويشيله في معدته هيعمل كده في الاخر بينايمه جنبه بحجة ان هو زابط المنبع عشان يروح الشغل الصبح برضه تلاقي مراته تتلايم عليه تقول له حبيبي بيقولك ايه بيقوله ما تحطش الموبايل جنبك وانت نام عشان الزبزبات مدرب انا بحب الزبزبات زبزبينة ارتاح انت زبزبينة في حالي بس والنبع افرض بقى ان الخطوط الدفاعية الامامية دي كلها اخترقت والموبايل وقع في ايد مراتك اي ستر اه طبعا انا مقصدش فتحته لا لا قدر الله المهم الموبايل لو وقع في ايده انت بتضطر تلجأ لحرب شوارع على طول وتنزل بقى بالمقاومة الشعبية تضرب ازاز ملوتوف في الشقة تخطف حد من العيال وتطلب فدية اي حاجة ولو كل الجهود دي فشلت ولسه مش عاوزة تسيبه ما قدمك شغل حل واحد يا روح ما بعدك روح اخدش لها الحلة التفالي الجديدة هي لو سمعت بس صوت حكة المغرفة المعدن فقار الحلة هي بقى قدامها يعني يومين ثلاثة على الاقل على ما تفوق من الصدمة وتفتكر موضوع الموبايل ده تاني وتكون انت برضو قمت بالسلامة وخرجت من المستشفى اشهر سر بنستخدمه يوميا هو كلمة السر اللي هو الباسورد يعني بتاعت الفيسبوك بتاعت الموبايل الايميل اي حاجة من دول بهدلة بقى يا عمنا لو نسيت واحدة من دول بالذات بتاعت الايميل وحش يا هوي لو نسيتها بتطلع لك مدام عفاف بتاعت الايميل حس ان الجهاز تحول لما ده اللي هو ونبقى استاذ شايت لنا كده على اللغة دي كده بتاعت الكيبورد لا يا مدام حردك كله تمام طب بالنسبة للباسورد بقى ما تشوف لناش مش شغلة ليه طب عشان اعديك انا متأكد الباسورد سليمة طب واليوزر كتبت اليوزر عارضيك احمد امين اتمي شاء اهو سالين برد شوف العطلة دي بقى اللهم اطولك يا روح انت روبوت يا ود لا تكون روبوت ولا حاجة عارضيك انا في مصر ده عالم ثالث يعني معقولة اجيب روبوت بالشقل فلاني اقعدوا على جهاز بألف جنيه عشان اخش على الايميل طب بص شوف لنا الصور دي هيا نوكتب زيهم عشان اتأكد ان انت مش روبوت والله يا واد شكلك روبوت وهتتعبني بص خلاص عرفت عليهم دوس بقى على تشيك بوكس اللي هي اللي تحت هي اللي على الشمال دي اللي عند اساس متحد عشان الادارة محرجين علينا محدش عاد من غير الباس وراضينا بقى بأي حاجة عشان ابني سانوية عم يا عسل انت والنبي عسل كلنا اكيد في مرحلة ما خبنا السر بتاع ان احنا عملنا حاجات واحنا نايمين اللي هو السر الفطيرة طبعا ما بيبقاش سر بقى تاني يوم لان كل الجرام بيشوفوا المرتبة وهي على البلكونة ماما بتطلعها برة فوك وكده او سر محرج زي ان حد فتح عليك باب الحمام وانت مش مش مستعد او انك بتترعب من فيلم عن طر ابن شداد او ان فتاة احلامك في فترة كبيرة من حياتنا كانت فريدة سف النصر او انك كنت بتعايت وانت بتسمع اغنيت اتغيرتي للفنان علاء عبدالخالق او انك ممساحتش الهيستري بتاع الويب براوزر بتاعك والناس شافوه وده هيخسرك ناس كتير او مثلا ان انت عندك سيكرت كراش بقى لك 18 سنة ومش عارف تقول لها ايه لحد ما البنت اتجوزت وخلفت وزوت معاشها اسرار كتير يعني قديني قلتها لك كلها عشان تعرف ان انا ايه ما عنديش حاجة خبيها انا راجل كتاب مفتوح قلبي بفتأ يعني مفيش اي سر خالص خالص يا حبيبي انا مفيش كده عيضة طب بقول لك يا بو حميد قول لي حبيبي او انت اجرد كم في الحلقة الراجل مننا ما يقولش السلري بتاعه الا على رجبتها ولو جاله يبكسر يندفن معاه